نشرة الأخبار من قناة كافان كاتفيفي أهلا بكم البداية مع أبرز العنوين الخلف يؤكد أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع منظومة الحماية الاجتماعية ودوليا الجزائر تمنع اللاجئين السوريين من عبور حدودها الجنوبية وفي الخبر الريدي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تصدر مجموعة من العقوبات في حق مجموعة من الفرق الوطنية أهلا بكم قال مصطفى الخلفية الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن سعد الدين العثماني أعلن أن سنة 2019 ستكون سنة بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين حيث دع رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقدية اليوم الخميس كافة أعضاء حكومته إلى مضاعفة الجهود والرفع من وطرتها على اعتبار أنه في كل قطاع وكل مجال هناك إصلاحات متمنيا مع بداية السنة الجديدة أن يتم مضاعفة العمل وجودته والرفع من وطرته وكشف مصطفى الخلفي أن رئيس الحكومة ذكر بعض نماذج المشاريع والإصلاحات الكبرى لسنة 2019 مثل مشروع القانون الإطاري المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضان حاليا على البرلمان مشيرا إلى الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة ويضع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد اللمسات الأخيرة لأجراءتها إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تشتغل الحكومة حاليا على وضع تصور متكامل بخصوصها وأشر الخلفي أن رئيس الحكومة أكد أن الهدف المبتغى هو النجاح جميعا في الوصول إلى الأهداف التي تطمح إليها القطاعات الوزارية وكذا انتظارات الملك من الحكومة نظمت الجامعة الوطنية للتعليم والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي للتربية والتكوين وبمشاركة التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بطنجة صباح اليوم الخميس بالمطالبة بالإدماج الفوري للأساتذة المتعقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية أولا نحن كأسيس المتدربين بالقضية الأولى دينا والأساسية والتي لا يمكن أن ننساها هي قضية الترصيب التعسفي الذي يطال الترصيب التعسفي السياسي الانتقامي البوليسي الذي يطال 150 أسات مخالفة صريحة وواضحة للمحضر دي الاتفاق اللي كان بيننا وبين الحكومة ونازلنا متشبتين بالقضية دي الكشف المحاضر دي الامتحانات نتحدى أن الأساسي اللي يرصبوهم يكونوا راسبين لازلنا نتحدى الوزارة أن تكشفها المحاضر دي الهدى الأساسي فهذه هي قضية هنا الأولى أولا ولكن القضية الكبرى طبعا هي قضية كرامة رجل التعليم اللي احنا كنعيشه كاملين واحد مجموعة دي الانتكاسة حقيقية تخيل لك قد لا تصدق نضغط لك أن رجل التعليم كيشب ربعا في السمية الدرام تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تنجة صباح اليوم الخميس من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروع والاتجار بالبشر وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة كما تم إيقاف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية والذي مكنت عمليات التفتيش داخله من ضبط 17 مرشحا للهجرة من بينهم 14 من جنسية جزائرية وأضف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت في هذه القضية جوازات صفر وسندات هوية جزائرية وصدريات للنجاة وسكين من الحجم الكبير ومدخة خاصة بالقوارب المطاطية وهواسف محمولة علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين يشتبه في استخدامهما في نقل المرشحين للهجرة غير المشروعة دوليا أعلن مسؤول بوزارة الداخلية الجزائرية أن السلطة الجزائرية منعت كافة السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية مع مال والنيجر خشية تسلل عناصر من المعارضة السورية المسلحة تنقل من تركيا نحو تلك الدول باستخدام جوازات صفر مزورة لأنهم يشكلون تهديدا أمنيا حسب تعبير وزارة الداخلية الجزائرية وقال المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية إن السوريين الذين يسعون إلى اللجوء في الجزائر بهذه الطريقة يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون وبأنهم ليسوا محل ترحيب وأضف أن قد استضفنا خمسين ألف سوري في السنوات القليلة الماضية للأسباب الإنسانية مشيرا إلى اللجئين الذين فروا من الحرب الأهلية لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة فرن من سوريا عندما يتعلق الأمر بأمننا في الشأن المغاربي دائما أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس مقتل إرهابيين في عملية مدهمة لمنزل بمنطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد وقال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني التونسي تبعا لمعلومات استخباراتية دهمت قوات الأمن منزلا بمنطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد وفجر عنصران إرهابيان نفسيهما بحزام ناسف وأضاف أن تبادلا لإطلاق النار مع العناصر المتطرفة جرى خلال عملية المدهمة ما تسبب بإثابة عنصر أمني بجروح خفيفة وتستهدف مجموعات جهادية مسلحة تنشط خصوصا في المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر بشكل متكرر قوات الأمن التونسية في الشأن الريدي أصدرت لجنة الأخلاقية التابعة للجامعات الملكية المغربية لكرة القدم عقوبات تأديبية كبيرة في حق بعض الأندية التي تمارس في البطولة الاحترافية يتصدرها نادي الرجاء الرياضي الذي يواجه عقوبات ثقيلة بالإضافة إلى توقيف عميد الفريق بدر بنون لست مواجهات بعد الوقائع التي شهدها لقاء الرجاء مع نهضة بركان واجأت هذه العقوبات على الشكلية التالي تغريم نادي الرجاء الرياضي بمبلغ قدره 65 ألف درهما تغريم نادي يوسفية برشيد بمبلغ 20 ألف درهما وتوقيف بدر بنون لعب فريق الرجاء الرياضي لست مباريات نافدة مع تغريمه 20 ألف درهما حيث قام بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان بشتم الحكم توقيف عبد المجيد مدران الرئيس المنتدب لفريق نهضة بركان أربع مباريات نافدة مع تغريمه مبلغ 10 ألف درهم تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 57 ألف درهم وتغريم نادي أولمبيك أسا في مبلغ 50 ألف درهم وتغريم نادي اتحاد تنجا مبلغ 40 ألف درهم استطاع النجم المغربي الشاب أشرف حكيمي أن يضع له موطئ قدم مع أبرز نجوم عالم المستديرة في بطولة البوندسليغا أذلك في ظرف وجيز بعدما انتقل في الصيف الماضي إلى صفوف دورتموند على سبيل الإعارة من النادي الملكيري المدريد هذا التألق زكته مجلة كيكرا الألمانية حيث وضعته ضمن خانة أسرع لعب في البطولة الألمانية واحددت سرعته في 35.10 كم في الساعة فيما جاء كايهافيرتز لعب باير ليفركوزين في المركز الثاني بعمسة و30.2 كم في الساعة يليه كونارد ليمر لعب ليبزيك بـ 34.97 كم في الساعة هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة شكرا لكم على متابعتنا للمزيد من الأخبار زوروا موقع القناة كفانكات بونت في تنتم في رعاية الله وإلى معايد لاحق ترجمة نانسي قنقر